أصبح شخص واعي وتعرف أن تحسب صعراتك الحرية ووصلت إلى هذه المرحلة أحب أهناك أنت فعلاً أبطال جامدين جداً لكي أنت وصلتوا إلى المرحلة ليس كثيراً جداً مهتمة بها ومطايرة خالص من دماغها وأكيد لو أنت من أبطال مصر الكريلينك شفت الفيديوهين بحسب حساب الصعرات الحرية والصعرات الحرية في كل الأكل اللي بناكله وهو هذا اللي ساعدك أنت توصل إلى هذه المرحلة الفيديو بتاع النهاردة أنا جايب لكم الفيديو الثالث بتاعها عشان تبقى السلسلة الثلاثية اللي فعلاً فعلاً لو أنت واخد صحتك أولوية وعايز فعلاً تحسب صعراتك الحرية ومش محتاج تحتاج لأي حد في الدنيا وفي التاريخ تبقى أنت دكتور نفسك وأعرف إذا تحسب لنفسك صعراتك جاي نهاردة أكلمكم في الفيديو عن إذا تبدأ تحسب الماكروز في صعراتك الحرية الموضوع مش بس صعرات حرية لأ عشان ده استفيد كمان لازم تعرف الصعرات دي جاية منين جاي من بروتين من كارب من فات يعني من ناشويات ومن دهون يا طرق الموضوع ده بنحسبه ازاي فيديو مهم جداً يلا بين السلام عليكم معاكم دكتور حازم طارق دكتور ألال طبيعي وأخصصات الغزائلة جاية المعلومات اللي مقدمها لكم في الفيديو ده يا عادين في ناس كتير جداً متقول انت ازاي تقول معلومات زي دي والمعلومات هي معلومات كبيرة يعني اللي فهمها منكم ده بجد شابو برنسة جداً والمفروض أصلاً المعلومات ده موجهة لازم متخصصة اكتر لكن والله انا حابب ان انا افيد كل واحد تيكم بالموضوع ده لان انا شايف ان دي مهارة لازم كل واحد تيكم يكون عارفة وقبل ما ندق في الفيديو النهاردة لاحظ ان الفيديو ده بيبني على فيديوهين فاتوا اللي هو بتاع حساب الصعرات الحرية وصعرات الحرية في الاكل فلو ما شفتهمش على الاقل شوف الفيديو بتاع ازاي تحسب صعراتك الحرية وارجع للفيديو ده من النقطة دي كده واحنا هنكمل على طول طبعاً من الفيديو ازاي بنحسب صعرات الحرية اللي احنا محتاجينها عرفنا ان الصعرات الحرية اللي احنا بناخدها كلها او اللي بنستهلكها بطريقة السيح هم في ثلاث محاور اول محور هو معدل الحرق القاعدة بتاعنا معدل الحرق اللي انا ببدأ استخدمه عشان انا نشط اجهزة الجسم المختلفة ثاني حاجة الطاقة اللي طلع نتيجة الانشطة بتاعتي يعني مثلاً واحد نشطه عالي جداً جداً رياضي وبيتحرك بيروح وبييجي مش زي واحد قاعد ما بيتحركش خالص اللي ده بيحرق اكتر فبالتالي هو محتاج صعرات حرية اكتر ثالث حاجة معنا وهي التأثير الحرية للأكل لما انا باكل الاكل نفسه هضمي للأكل دوت وطريقة هضمه امتصاصه بتطلع طاقة شوية وبتطلع حرارة شوية من ضمن الصعرات الحرية اللي احنا بنحسبها السؤال الي جاؤ اليها الآن في الفيديو احساس بل انا متجاج ا الفن صعر حراري ادخل ادي بروتين و ادخل ادي نشويات و ادخل ادي دهون طبعاً احنا يتعرف ان مش كلهم زي واحد بروتين مثل الله بwill يطلب اربعة صعر حراري تقريباً دهون تقريباً06 سعر حراري طبعا النسبة متى الش 이야기ات بيتختلف اختلاف شاسع جداً يعني مثلاً واحد رياضي ومش بس واحد رياضي وحدي اللي باست يلعب ن ‑‑ من الرياضة لو بيلعب رياضة مقاومة بيشيل حديد مثلاً يعني هيكون محتاج نسب معينة ما بين الأكل دي واحد تاني مش بيمارس أي نوع من الرياضة لو ادنانه نفس النسب بتاع الراجل الرياضي دوت هنكون من ضره فالنسب بتتغير فأنا في الفيديو ان شاء الله هبدأي حاول أوصل معكم لمتوسط يعني حاجة كده وسط واحد اللي هو طريباً حياتنا كلها اللي هي واحد بيتحرك بطريقة بسيطة جداً بيتمرن بس مش كتير مش الرياضي العنيف ومش البنادة من المأنته خالص هنحاول ناخدها من النص وخلينا نبدأ مع أول حاجة معنا وهي الكارب أو النشويات مبدئياً الإخوة بتوع الكيتو يمتنعوا والإخوة بتوع النشويات مش مهمة يمتنعوا ويعود على جنب ويشوفوا الفيديو بتاع بابو ويشوفوا كل حاجة كلمنا عن النشويات النشويات حاجة أساسية جداً 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 ولما أقول لكم انتم محتاجين منها داي يعني مش عايز التعليقات اللي أنا عارفها جاية ها عايزين ناخد من النشويات من نظام الغذائي كله من خمسين لسستين في المية من توتل السعرات الحرية يعني لو بتاخد نظام الفين سعر حرية فأنت محتاج منموم الف سعر حرية يكون جاي من النشويات وما حدش بقى إيه يعني عارف أنا عارف أنا عارفك لا اسمح كده وصل على النبي تمام النشويات هي عملة الطاقة لما بتتكسر يعني وبتحول لحاجة أبسط بتبقى جلوكوز اللي بتحول لحاجات تانية اللي هي وحدة الطاقة الأساسية في الجسم مخك محتاجها، عضلاتك محتاجها، أجهزة الجسم كلها بتاعتك محتاجها مش دايما النشويات وحشة يعني دي الفكرة اللي عايزين نقولها فيه أنواع كتير أقوى من النشويات حلوة الفكرة كلها في مصدر النشويات بلاش نزل من النشويات بشكل عام مش كلها زي بعض أكيد فيه أنواع حلوة جدا وأكيد فيه أنواع مضرة احنا بنتكلم على الأنواع الحلوة لازم تدخل في نظامك الغذائي من خمسين لستين في المائة من سعراتك الحرية كلها اللو ألفين كالوري ما تقلش عن ألف سعر حرية كون جاية من النشويات نوصل إلى الوتوكتين اللي بعد كده معنا البروتين والفات خلينا نبدأ بحبيب الملايين اللي هو البروتين عايزين نسبة البروتين من إجمال السعرات الحرية بتاعتك في اليوم تكون تتراوح ما بين 25 في المائة لـ 30 في المائة يعني في نفس النظام بتاعنا أبو ألفين كالوري دوت محتاج من خمسونية لستمائة سعر حرية كون جاية من البروتين وده يأخذنا للمظلوم الثاني معنا في الحكاية النهاردة وهو الفات الفات الدهون مش لازم بتكون غير صحية لا فيه دهون مهم جدا 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 لصحتك وما ينفعش برضه تقطع دهون زي النشويات فهناخد نسبتنا من الدهون ما بين 20 إلى 25 في المائة يعني ما بين 400 إلى 500 سعر حرية كون جاية من الدهون لكن خلي بالك إن أخينا الدهون دوت صائع شوية يعني مثلا ممكن تكون كده بتطبخ طبخة واخت بالك وحطيت عليها شوية سمنة أو زيت زيادة ومش حسابهم في صعراتك الحرية تلاقي الدنيا زادت معك بزيادة لاحظ أن نسبة صعرات الحرية بتاعت الدهون دي هتخلص معك بسرعة لأن الجرام الواحد بس بتسع صعر حراري يعني هتلاقي مجموع الجرامات بتاعت الدهون أقل بكتير طبعا من البروتين ومن النشويات غير إن هو أقل في النسبة هو هيكون أقل داخل النسبة لأن الجرام الواحد بس في ضعف الصعرات من البروتين أو النشويات حاجة ما نسميها كالوريك دينس مليانة صعرات حرية يكفي أن أقول لك أن معلقة صغير من زيت الزيتون بس فيها 45 صعر حراري تخيل معلقة كده اللي أنت ممكن تخطيها شكرا يمكن دهو برضو بيهم إخواتنا بتوع اللي عايزين يزيدوا في الوزن لايما يقولوا انت نسينا فبقول لهم دايما من ضمن الحاجات الحلوة اللي احنا بنعمل عشان يزيد في الوزن إن احنا بنزود من الدهون الصحية نحاول نحصل على أكل أكثر من الدهون لأن الدهون تبقى مليانة صعرات حرية فالناس اللي لا يكون لها في الأكل اللي لا يتعرف أن تأكل كثيرا دي بيكون حاجة ممتازة جدا بالنسبة يعني تلخيصاً لأنه تأخذ أديه بروتين تأخذ أديه الكربل تأخذ أديه فات يالله بنا نعرف دلوقتي أول خطوة معنا حسبت صعراتك الحرية من الفيديو بتأخذت الصعرات الحرية وعرفت أنت محتاج كم صعر حراري ثاني حاجة أخذت هذا الرقم ودخلت معنا في المعادلات التي نبدأها هذا الأول أول حاجة معنا نسبة أن النس arbe Staiban Pearson 50–60% يعني في النظام الغزاء ما قلنا هذا هذا اليوم تتروح ما بين 1000 الـ 1200 صعر حراري ثاني حاجة نسبة البروتين ماينا بتتروح ما بين 25 Vine 30% يعني في النظام الغزاء ما قلنا astron ye gran Eve تتروح ما بين 500-600 صعر حراري ونسبة الغذاء ونسبة الدهون بتتروح ما بين 20% Until 25 % يعني في النظام ما قلنا النهوردة من 400 له 500 صعر حراري هذه المعلومة خلتك فهم قوي في الأكل اللي انت بتاكله وعارف مصدره هيجي يا ترى من البروتين قدية يا ترى من النشوات قدية يا ترى من دهون قدية لو عاربك كستفدت اكيد اعمل لايك جميل عايزك بقى بطل ويا بطل تقولولي تحت في الكومنت انتو محتاجين كم جرام من البروتين احنا كتفرنا بس ان احنا قلنا محتاجين كم صورة حرارية من البروتين فانت احسب صوراتك حرارية انت محتاجها شوف كم صورة جام من البروتين ونقولي تقريبا تبع اللي انت محتاج وانت محتاجها كم جرام من البروتين تحت في الكومنت سحابي بعرف جدا كان معاكم دكتور حازن طرق اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله سلام عليكم